قطرات إنسانية تصنع عجائب عظيمة للمرضى التبرع بالدم سلوك إنساني نبيل ينقذ الكثير من المحتاجين سنويا وجاء اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف اليوم للتذكير بأهمية هذه المبادرات الإنسانية وهو ما دفع إلى تنظيم حملات تبرع في الأردن شاركت فيها مديرية الأمن العام لنتابع دم واحد مقولة وحدت الأردنيين منذ القدم فالدم كان وما يزال يجمعنا من خلال التبرع لمن يحتاج إليه حملات للتبرع بالدم تشهدها مستشفيات المملكة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بمشاركة واسعة من الأجهزة الأمنية الذين هبوا للتأكيد على هذا السلوك النبيل الذي يحتاج إليه الكثيرون أطلاق مبادرة نخوتنا بدمنا هذه المبادرة جاءت من توجيه من أعضو في النار العام نخوتنا بدمنا في كل محافظات المملكة الهدف من هذه المبادرة تقديم المساعدة والعوم لأبنائنا بالمجتمع الحلي بالمفرق هذا المبادرة بالتعاون مع المجلس المحلي مع مدير المستشفى مع المجالس المحلية أيضا كل فئات الواطئة في الأمن العام موجودة الأمن العام الدرك والدفاع المديني الآن موجودين كنا تقديم الخدمة الأولى لأبناء المفرق دائما حاجاتنا في الدم الحمد لله متوفرة في المستشفى بفضل الجهات الأمنية بجميع كوادرها نشكر هذه الكوادر شكرا جزيلا وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم طبعا إحنا لما نأخذ تبرع في الدم لا نعني أنه فقط الدم ولكن نفصل أشياء كثيرة من الدم بحاجة لها عدة مرضى هناك قد نفصل منها الصفاح لطال مرضى نقص الصفاح وقد نفصل بلازمة الدم ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى شكر المتبرعين بالدم في العالم والعمل على إذكاء الوعي على نطاق أوسع بشأن الحاجة إلى هذه المبادرات النبيلة فالتبرع بالدم وإن تعددت أسبابه يبقى جوهره واحدا هو تلبية نداء الإنسانية